اهلا لبنات تحية كبيرة لكم مجددة من قناة حلويات ام عبد المغيت فيديو اخر كي اجملنا بكم على القناة و امنا دائما انكم تكون في احسن حال والاحوال الفيديو اليوم سنتقسم معكم روتيني كيف دوته و كذلك البلاي ساتفين كنت خرج او لفين مشيت مع العائلة كذلك سنتقسم معكم شيء اللي هو مهم هو السبب ديال المرض ديال الابن ديالي بحيث انني كنت انا السبب باش ما تكروش معايا ما تكروش مع ولداتكم بنفس الخطأ بحالي كذلك غدي نتقسم معاكم الهادية اللي زعب لي الزوجة اللي بمناسبة سنة الميلادية الجديدة فرجموا بتعالي الجميع وندزوا مباشرة للحلقة ديالنا غدي نتقسم معاكم كذلك حريشات اللي كنا دانا الاشار ديالهم كيجوا رائعين ولدادين اما القطة او لا كذلك حسب النسبة الفطور ديال الصباح سهلين جد اقتصادين ما عليك اللي تحديد المنطة وتسير عقز وتحط التليفون حداك وتحط الكالون ضغي وكذلك ورقة والسيلو وتقيدي المقادل انها كل شيء متوفر عندك في الدار كيميا كثيرة ما عليك اللي تشجعي لها وتصوبهم بزاة البنات قالوا لي على حساب الفيديو جي الكحة لما كانش عليك تديري فيه سكار لهذا اول شيء بالنسبة فكار حنا عليك دانا لانه سيرو اصلا تيكون حلو احنا حاولنا انا نصوبه سيرو طبيعية مئة في المئة بيو في الدار وهذاك سكار كان دور دياله هو انه الوليد اول شيء كيزعم باش كيشرب هادك الدواء تاني شيء انه تبنيس بالنسبة الناس اللي كبار كيرطب ليهم الكحة وفي نفس الوقت ما كيخليش الحلق اللي هو مجروح وما تيدرش في المعدة الامر اللي سي غدي يعنيه منه بزاف الناس وخاصة ان الخزامة حارة هاد شي لاش دانا السكار بالنسبة لهذا النهار كيف ما كتشوفو اه الوليد شوية سبح عيان هاد شي لاش خاص ضروري لبلا نخرج لياه في الطبيب راكم عارفين الحرارة يعني ما معهاش لا بماشي عكس الكحة وعكس اه حويش خلين يمكن يمتعالجوا طبيعيا لكن بليك تقول حرارة ضروري خاص تدخل الدكتور نصيحة مني من اللي تتوفو لي داتكم طال عليهم الحرارة ما تبقى تقولي اللي غدين ديالي غير الحامض ولا غدين ديالي الخلولة دائية هادو كمادات اللي هما طبيعين ولكن ديفوا خاص ضروري طبيب يدوز ومن بعد كيف ما كتشوفو معايا مشيت المرجان اه قلتني بالدلع اليوم داك الجو ديال المرض كذلك داك الجو ديال الطار اليوم ما غديش ندال لغدى بالمرة وهناي مشيت المرجان كيف ما كتشوفو معايا باش تقديت اه سلعة ديالشهر ودائما ضروري ما نقلبوه على الحاجة اللي بروموسيون او للحويش اللي كيكونوا ناقصين في الثمان ومن بعد ما تقديت هنا يوقع جدال واش غدين تقدوه في الدار او لا غدين تقدوه على برة وبيني وبينكم اشياء ما بالمغيزي دائما عاديك سي ذلك اتفاق مع الساة الصباح واخست تصاب وتقعد انما اليوم كنين السبتو الحد او لكين وقت لي كان اياه وكان اضطروا ان هنا ناخدوش حويش جاهزين من على برة هنا يدويرا في اسفي معانا الف مرحبا بكم في مدينة الفخار كنرحبه جميع الناس وهنايا بين موجود الغداء غادي نجمعوا مع بعضياتنا وغادي نقول لكم سبب اللي خلال ابن ديالي آآ مريضه ربما الخطأ اللي كتوقع فيه كل ام وخاصة من الذي يكونوا الولدات الصغار كان يكونوا مش طنع اليوم كان يكونوا آآ بغين انهم يستفدوا من الفيتامينات كمين كذلك يستفدوا من اشياء كثيرة لكن ما كان ردوش البال انه دي فوات تكون عندهم حساسيين من بعض المكونات او لا من بعض المواد الغدائية بالاخص وكترجع لهم سالبا على الصحة ديالهم اما كتقدر اما تخرج فيه آآ هذا تخرج فيه آآ بقع حمراء او لا كذلك كيكون مشكل ديال آآ معده او لا كيكون مشكل ديال آآ تقيق او غير دالك ما الافضل انا نخلي ولدات ديالنا على خطرهم الحاجة اللي تكالت يا ديك اللي ما تكالت مش بشرط انهم ياخدوا جميع الفواقه وكذلك جميع الخضر لانا آآ كل واحد بدت دياله كل واحد ما تنقوله وردت فعل ديال دات عنده بحالة انا ما عنديش مشكل بالمرة مع الكفته ومع اللحوم او هي الجائل مفضل عندي في الماكلة كاملة شخصيا ما تناكوش بالمرة دجاج يعني كان فضل انني ناكل اللحوم بالقطرة رغم انها تنسبو انها مدرة ندوز مباشرة للمقادير وطريقة التحذير اللي غدي نحتجو فيها نصف كاس ديال ياغورت ديال الماء نصف كاس ديال ياغورت كذلك خمارة واحدة بيضة واحدة مائة وخمسونة جرام من سميدة كذلك نصف كاس من الزيت ونصف كاس من السنيدة كيف ما كتشوفوا معها مقدير ساهلو بسيطة زيالة البنات غدي يقولوا لي غادي ناخدو حالقنا قد نوضع سميدة من بعد غادي نوضع نصف كاس من سنيدة ونوضع نصف كاس من الزيت بيجان باودر واحدة ما يعادل 20 جرام وكذلك نوضع بيضة واحدة كاملة يعني خلط المكونات كاملة دقة واحدة غير هي الخطأ اللي انا وقعت فيه هنا اياه بالنسبة لما ما تجد ليشوه اللي اول يعني تتجمع الخليط وتبقى يدفين مهيه بشو 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 على حسب النوعية دية سميدة انا كنت مزروفة قدرت هذا كنصف كاس ديالي هي غرطة ديال الماء واشجرالي الخليط يعني ما الافضل انه تتخلطي ومكونات كاملة وما يبقى هو الاخير يعني به باش غادي تشوفي غادي تشوفي القوام دي الخليط او لا تشوفي شحر غادي تشرب لك سميدة. انا اي كيف ما شفته جاتني بحلة غادي نديرها في الفران. وتحية كبيرة لوحد صديقة دي القناة اللي في ما نحط شي حاجة في المقلع. كدبولي يا ام عبد المو غايت وش ممكنين نديرها في الفران. والله العادة ما لقي بارك غادي غادي نبدأ نطيب حرشة او لا اشياء اللي في الفران. اكيد تشوفي اللول جي الفيديو اه هاد البسبوسة اللي كنت استقسمت معكم ان شاء الله باني الله غادي تكون في الفيديو القادم على القناة فكونوا في الموعد. انا هنا يوم بغيت نقود الموقف بديت كنزيد في السميدة باش نحصل على واحد الخريط اللي مجموعة. غادي نخليها ترتاح واحد لمدة. ومن بعد هذا غادي نكملها. المهم انا خصي نحصل على خريط مجموعة. خطأ فاضح 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 شوز دربة وما تدير. وهنا كنتما كتشوفوا معايا شكل دي العجيب من بعد ما خليتها رسحت شوية نديري بحسب انها هاد الخليط غادي شرب. غادي ناخد سميدة غليدة. غادي ندردر علي ديب هاد الشكل وغادي نوضعها. من بعد غادي ناخد شوكولات. انا كان عندي شوكولات ديال الدهن في القرعة. غادي نجمع بهات الشكل. يمكن انا كيدديري الجبن كذلك يمكن انا كيدديري التمر. معجون كذلك يمكن انا كيدديري اللوز على حسب النزين. عشنو متوفر عندك كذلك. يمكن لك انا كيدديري الكرامل في الداخل ديالهم او يمكن لك انا كيدديرهم عاديين. يعني انا ما غاديش يخدم منك بالمرة وقت كبير. غير هي بنسبة للسميدة ديري سميد الخشين او السميدة ديالكسكسو. وهذا هو الشكل نهائي ديال الحرشة ديالنا من بعد ما وجدت كديرها رائعة لديدة كذلك جد اقتصادية ما عليكم الا تجربوها وتردعين الخبال انا فعلا تستحق تجربة. يمكن انكم تديروها الوليدات ديالك ممكن ما اسبقوا اذكرت. القوتة ديالهم مع عصر ديال ليمون او لكذلك شي حاجة هاكل لطبيعية او لا شي عصر لطبيعي حتى بالنسبة للوليدات المكفتر والصباح يمكن انهم ياخدوها كذلك مع كويس ديال حليب كجيل جيدة ورائعة. وهنا بالنسبة لها ديالي جابلي الزوج ديالي بمناسبة سنة الميلادية الفين وتسعة عشر خاصة انها كتمثل مناسبة اه كبيرة بالنسبة لنا وان شاء باني لا نتقسمها معاكم كيف ما كتشوفوا انا ماشي من محبات الذهب لان اقلقى الذهب كي يدير سرطان كذلك ماشي من محبات الاشياء اللي كتكون غالية هاتشي اللي شادي نتقسم معاكم هدية باربعين درهم فقط كاقتراح كذلك فيها ديال ليالات وفيها ديال الرجال بارفان زوينة سهلة اقتصادية ماشي بشرط تكون لاماكسينية ماشي بشرط تكون شي حاجة هاي كلاس المهم هي المحبة في الايام العادية كذلك اه كيف ما تنقولوا في تعامل الصدق والصراحة هي الاهم ماشي بشرط انها تكون اشياء غالية انا غادي نحلها باش نوريكم القرعة ديالها من الداخل انا عجباتني في البارفان ديالها كاين ديال ربعين درهم صغيرة بالنسبة الناس اللي سكرامين وكاين كذلك ديال ستين درهم بالنسبة الناس اللي بغاوا يوفيو في الكادو خليكم باللي باكسينية وخليكم من لعباك الفلاني وفلاني وفلاني او اريح اريحة كل شي بحال بحال مشي بشرط انها تكون شي حاجة اللي هي غالية فيها كذلك ديال عيالات فيها ديال الرجال بالنسبة اللي بغا تاخدها الاب ديالها كذلك للزوج ديالها وكذلك حتى بالنسبة الابن ديالها را كتبع في مرجان اه ديال كان واحد البوتيكس مماكين حاطين في هادشي ديال لبافا يمكن انكم تاخدوها مهم ما غايل افتر بيندرها بستيندرها اه انا يارا ولا ولا اطبع انا ما عنديش مشكل في هاد القضية ديال انا يكون الكادو غالي ولا رخيص كل شي بحال بحال انا هين كيف ما كنتشوفوا معاي الكارتون ديال اخو وهكا غادي يكون كمان لفيديو ديالنا وغادي نقول لكم شكر خاص لكم على التتبع نتمنى بليكم سنة سعيدة 2019 اكيد ان شاء الله بإذن الله نتفاقى الخير ونتمنى انها ادخل علينا وعليكم حسن من سنة 2018 لا لا يرد 2018 ولا ليش هو في الريابات اللي كنا شفنا فيها شفنا فيها 2019 غادي تكون ان شاء الله بإذن الله سنة 2018 لا للا ولا ليكم نكونوا دائما متفائلين كنوا دائما ايجابيين للا رب صح هاد الوقت اللي كنسجل في الفيديو ركين ليا وغادي نقول لكم بانا الاسبوع الجيه ان شاء الله بإني لا ما غاديش يكونوا وصفات بالمرة مطبخية او لا طياب ان ما غادي يكونوا وصفات تجميلية فكونوا في الموعد انتمنوا دائما انها نكونوا عند حسن ضن متتبيعين الكرام وانتمنوا دائما انها نقترح عليكم اشياء المفيدة بالنسبة لكم ما تنسوش بتونا التطبيقات ديال حرشة ديالكم على رقم نواتساب ديالة سفر سفر واحد خمسوة 24240 او لا في الجروب ديالة وديالكم شابت ام عبد المغيت على الفيسبوك الى اللقاء وسنة سعيدة على الجميع اشتركوا في القناة